الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيا جتيرش موجود في القاهرة من إمبارح وقام بزيارة لمعبر رفح وكمان فطر مع بعض السودانيين الفرين من الصراع هناك الحقيقة أنه يعني تصريحاته قوية وتصريحاته من الواقع اللي هو شايفه دي الزيارة التانية ليه لمعبر رفح الحقيقة أنه يعني من المسؤولين الأمميين لتصريحاته دايما معبرة عن الواقع القوية وداعمة للقضية الفلسطينية رغم يعني التصريحات المستمرة من الجانب الإسرائيلي والاتهامات المستمرة لمنظمين أمميين واتهمهم بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر زي ما حصل مع بعض العاملين في الأنروا والجانب الإسرائيلي هنا تحدث عن قطع المساعدات للأنروا ودول عدة يمكن تراجعت عن دعمها لمنظمة الأنروا وبعد كده لما ما تمش تقديم دليل فاعلي على هذه الاتهامات أيضا تراجعت الدول مرة أخرى عن موقفها ودعمة الأنروا الحقيقة أنه الأوضاع في فلسطين وإحنا بنتكلم في شهر رمضان المبارك أوضاع كارثية ويمكن تصريحات الأمين العامل للأمم المتحدة كانت تصريحات قوية اللي بتحصل في غزة وبتحصل في فلسطين بواجهة عام بعيدة كل البعد عن القوانين الدولية بعيدة كل البعد عن الإنسانية بعيدة حتى عن مسألة كل ما تحمله كلمة إنسانية من معي وتحدث عن الدول المصري بشكل كبير جدا وموسع ويمكن قال عن معبر رفح ومطار العريش إن دول شريانين حياة أساسيين للناس في غزة لكن الحقيقة إنهم الشريانين دولة واحد منهم مزدود وهنا كان بيتحدث عن معبر رفح وتحدث عن الشاحنات اللي موجودة بطول المعبر خارج المعبر تنتظر الدخول لإنفاذ المساعدات اللي هي بكل تأكيد الناس جوه خلاص بتموت من الجوع والمرض والوضع يعني كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معاني مستشفيات الوضع يعني خلاص ما بقاش فيه وجه من أوجه الحياة تحدث عن وقف فوري لإطلاق النار يحصل في شهر رمضان المبارك ويمكن في فطار وأمس مع السودانيين تحدث عن إنه حزين إنه بيفطر على الضفاق في نهر النيل مع كل ما يحدث في غزة وتحدث عن الحروب المستعرة في أماكن كثيرة يسكنها المسلمين في شهر رمضان خليني كمان أقول حضرتكم إنه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي استقبل النهاردة في قصر التحدي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرج وسكرتير عام للأمم المتحدة عفوا وده كان بحضور الوزير سامح شكري وزير الخارجية ولقاء تحدثوا فيه عن موضوعات عديدة منها المساء يعني طبعا أكيد القادرة الفلسطينية على وجه التحديد وموضوعات دولية وإقليمية وكان التركيز على الأوضاع في قطاع غزة وتحدثوا عن الجهود المكسفة للوصول لوقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية وبالقدر الكافي لإغاثة الناس داخل القطاع سواء بالطريق البري وده بالتنصيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة أو كمان من خلال الإسقاط الجوي اللي مصر شاركت فيه كذا مرة مع دول أخرى زي محضراتكم متابعين ترجمة نانسي قنقر